طيب التحرش هذا بعد على أبشع بس التحرش I think بدهم حكماء نفسيين لأنه عندهم بيجي من مشكلة لأما حدا نعني اللي بيتحرش بولد صغير أو بنت صغيرة وهو بيكون كبير هذا إنسان ما عنده طيب التحرش العادي حتى العادي حتى العادي حتى لو تحرش باللفظ حتى العادي شو بعد فيه شي يا خايف بدي أقول قبل طيب أنا قبلينة قبل كان فيه انغلاق طيب هلأ صار عندك السوشيل ميديا يعني صرت تشوف كل شي شو الشي اللي بعد أنت ممكن تشوفه يبهرك يصدمك شو لتحس أنه أنت بدك تتحرش لو ما أنت عندك رادي إيشوز لازم تعالجون لأنه التحرش ما بيجي من شخص شبعان أو شبعان حتى من كل الميلات مش عم بحكي بملف معين يعني تكون أنت فاهمين الحياة وعارف شو بدك ومثل ما بيقوله يعني مسافر ورايح وجاي وشايف يعني مش منطق أنه أنت إذا واحدة عدت مثلا لابس سكيرت أنه أنت تنروق رأب ليه شو مش شايف أنا واحدة حلوة الواحد ما عديها يعني ممكن يبص حتى لو بصو حلوة حلوة هون لأ مش شرط أوكي بس لأ أنا عم بحكي وقتل يكون قاصد نظرة معينة بمحل معين مش عم بحكي أنها حلوة كلها على بعضة أوكي ممكن تتطلع فيها بنظرة تزعجني وحسك فيها نظرة تحرش وقلة أدب وممكن تتطلع عادة مثلا وتقلي هي مثلا حلوة طالعة اليوم بطريقة تحس أنه هي تانكيو أنه هيدا مش أنه عم بتتدايقني أو تزعجني فها بتفرق بس أنه أنا I think عن جد موضوع التحرش بده علاج للشخص اللي عنده إياه لأنه ما بيجي مثل ما قالت من شخص تجد هتعلق 80% من الشعب العرب ولا لا مش هلقات بس فيه إيه بس مش هلقات يعني سنت بتعرضيش لموضوع حتى عشوش المليدة كيف بتتعرضي طبعا الحدي بعتلك بقى كلامها بلا طبعا وبقرف وبتلعي نفسي وبحس بقرف صراحة تجاه الشخص اللي بيبعت أي شي بشيعا بشيرا